للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا البحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق البرديسي أهلا بحضرتك في البداية وهذه القمة المصرية القبرصية التي تبحث توسيع ملفات التعاون الثنائي بالإضافة أيضا إلى كيفية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة أهمية توقيت هذه القمة في هذه الفترة تحديدا صحيات الحضرتك لكل المتابعين أتصور أن هذه القمة تأتي في حلقة في سلسلة حلقات الدولة المصرية بتعيها التعوب لنزج هذه العلاقات الاستراتيجية مع أكثر من دولة ومع أكثر من مجموعات فأتصور أن الدولة المصرية باتت الآن تنزج هذه العلاقات الاستراتيجية والتي تبحث عن الخيرات وعن المنافع المتبادلة بين دول بحيث يصبح الكل راضح وأتصور أن يحياء الجذور ما بين مصر وقطرس واليونان هي تأكيد على هذا السعي للبحث عن هذه العلاقات الكليدة وصولا إلى هذه العلاقات الحديثة واستغلالها في تدعيم سواء كان مشاريع الغاز مشاريع الكارباء مشاريع الماقة إلى غير ذلك من فرص وأتصور أن في هذه العلاقات التي تدشنها الدولة المصرية بتنطلق من تشبسها بمبادئ القانون الدولي بأساسيات التنظيم الدولي وعدم تدخل في شؤون الداخلية للأغيار باحترام السيادة الوطنية للدول بكل مبادئ التنظيم الدولي وكل أحكام ومضامين الأسرة الدولية المتعارف عليها وإن كانت إحياء الجذور هي فرصة لدعم هذه العلاقة الثلاثية فتصور أيضا أن مصر تحاول إحياء الأمل بالنسبة للقضية الفلسطينية فمصر دائما تعمل من ذلك المنطلق لتوسيع هذه العلاقات السياسية بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية ما بين الشعوب نعم كما ذكرت حضرتك في ضوء المعطيات التي ذكرتها العلاقات المصرية القبرصية اليونانية بتعد نموذجا يحتدى به في منطقة شرق المتوسط بشكل كامل إلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك أيضا في تحقيق تطور على صعيد التباحث بشأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة في ظل هذه الظروف المتوترة في المنطقة بشكل عام بالفعل يعني حلقات مصر غالبا ودائما هي نموذج يعتذى به في احترام الغير في عدم التدخل في البحث عن المصالح المشتركة في كل ما يدعم نفهوم الأسرة الدولية والتنظيم الدولي مصر دائما متدثرة بأحكام ذلك القانون الدولي وأتصور أن مصر بتعطي ذلك النموذج وهذا الزفن لهذه العلاقات المصرية الاستراتيجية بتعتبر منطلق للدولة المصرية في عدم التصعيد وتخفيف التوتر في كل العلاقة بمعنى أن إن كانت هناك علاقات متوترة ما بين خبرص وما بين اليونان في جانب وتركيا فإن علاقات مصر الجيدة جدا مع خبرص ومع اليونان وعلاقات مصر الجيدة جدا مع تركيا كل هذه العلاقات من شأنها أن تعمل على تقريب وجهات النظر وصولا إلى أرضية مشتركة لتحقيق هذه المصالحة لتحقيق ذلك الاتقرار أيضا علاقات مصر سواء كان فتح رمالة سواء كان جماعات المقاومة سواء كان مع الكانب الإسرائيلي الأمريكي الأوروبي يعني هذه العلاقات القوية المتينة المصرية مع كل الأطراف المتخاصمة والمتشاكفة تعطي لمصر هذه الميزة التنافسية وهذه القدرة التفاوضية وهذه المكنة الدبلوماسية في أنها تتعاطى مع أكثر من ملب حيث أنها تصبح سياسيا مركز ثقل ليس فقط بقعة غرافية عبقرية بتتوسط ما بين البحرين الأحمر والمتوسط ومدخل للقرى الإفريقية والأوروبية وإلى غير ذلك من أمور المعروفة وإنما أيضا في هذا العصر في العصر السنوات الفائتة استطاع الرئيس السيسي باعتبار القائد الأعلى للسياسات الخارجية أن تكون مصر مركز ثقل سياسي لها ذلك الثقل السياسي حيث تلعب أدوارا متعذبة في العديد من الملفات الشائكة والمتوترة أشكرك جزيلا شكرا الباحث في العلاقات الدولية سيطارق البرديسي شكرا جزيلا لك